موازنة 2019 موازنة 2019 ألغى المجلس هالماده لأنها مش من اختصاصه فالتخفضات على مخصصات النواب بتحتاج بحسب مقال person خاص لوحده مادة تقريباً من الموازنة هن من صلبة والباقة فرسان وبحسب الخبير الدستوري الدكتور أنتوان صفير هالشي هو مخالف صريح على الدستور فما بيجوز تعديل أي أنون بمجرب أنون الموازنة لأنه أنون الموازنة هو أنون سنوي ما بيقدر يعدل أوانين دائمة أو مواد أو فقارات فيها بشكل غير مباشر وكل نص أنون صادر بحسب الأصول ما بيتعدل إلا بنص أنون صادر كمان حسب الأصول والموازنة أصلاً وبحسب الأنون هي مش أكتر من تحديد لنفقات والإرادات المرتقبة وبجيز الإنفاق والجباية وبتفتح الاعتمادات اللازمة للإنفاق وبحسب صفير كان بيقدر مجلس النواب يعدل هالمادة بشكل مباشر وبالقلية الأنونية الصحيحة وبدون ما تدرج بالموازنة لو عنده الإرادة أنه يعمل هالشي لتبقى المادة اليتيمة لأقرة وطالة مخصصات المسؤولين بالموازنة هي المادة 49 لأمت على تعديل المادة 6 من الأنون رقم 25 على 74 وتخضع مخصصات كل رؤسة الجمهورية والمجلس النيابة والحكومة والنواب والوزراء والنواب السابقين للضريبة إلا أنه هالضريبة المستجدة حيكون مردودة قليل كتير لأن بطال المخصصات بس واللي هي حوالي مليون ونص ليرة ومش أساس الرواتب فلش كانت كل المواد اللي هي فرسان الموازنة من اختصاص المجلس مع عدل المادة 94 بحسب بسيطة وإذا أخذنا رواتب ومخصصات النواب كمثال بيبلغ راتب النائب الشهري 12.750.000 ليرة شهرياً زائد 1.700.000 ليرة من صندوق التعاضد شهرياً زائد اعتماد سنوية بقيمة 200 مليون ليرة من وزارة الأشغال ليصير راتب النائب السنوية 285.400.000 ليرة سنوياً يعني رواتب للـ 128 نائب سنوياً هي 36.500.000.000 ليرة لبنانية أما النواب السبقين ولأن ألغيت المادة 94 من الموازنة فبعد رواتبهم وبدون مخصصات بتنحسب على الشكل التالي النائب المنتخب لدورة نيابية واحدة بيطقاضى 55% من راتبه وهو حوالي 7 مليون شهرياً النائب المنتخب لدورتين بيطقاضى 65% من راتبه وهو 9.945.000 ليرة شهرياً والنائب المنتخب لثلاث دورات وما فوق بيطقاضى 75% من راتبه وهو 11.475.000 ليرة شهرياً وإذا زدنا عليهم رواتب ومخصصات رؤسة الجمهورية والوزراء السابقين والحاليين بتكون الدولة عم تدفع أكتر من 100 مليار ليرة سنوياً للرؤسة والوزراء والنواب الحاليين والسابقين فقدم هالأموال الهائلة يمكن يكون مفهوم ليش ما تحمل النواب تمرير هالمادة الموجعة فالأسهل بيبقى تأشرف من جايبة موظفي القطاع العام ومتقاعدة وتقديماتهم الاجتماعية لا تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب وليك لصفحتنا على فيسبوك